السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي متابعين قناة اشترى طبيع معكم اسراء واجدي ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الوردات الجميلة ديتم بقماشي الجوخ سهلة جدا عندنا اول حاجة البطرون بتاعنا زي ما انتم شايفين في الصورة لو عرفتوا تطبعوه تماما عنه تبقى كويس وسهيسهل عليكم جدا لوم عرفتوا تطبعوه هقول لكم ازاي تعملوا الطريقة بتاعته بطريقة سهلة وترسموها باديكم هجيب قماشي الجوخ بتاعك وهترسمي عليه دايرة باي حاجة عندك مدورة في البيت بعد كده هترسمي جوة دايرة نفسها بخطوط مدورة نصاص دوائر زي ما انتم شايفين كده مش هتكمل دها دايرة بعد كده هتيجي من على اطراف الرسومات اللي انت رسمتيها وهتعمليها بشكل زجزاج وهتقصيها بالمقاصة هتطلع معاك زي ما انتم شايفاها كده المهم بس تخلي بالك كويس وانتي بيتقصي الاطراف او الدوائر بتاعتك بعد كده هنجيب مسدس الشامع بتاعنا وهنبدأ ان احنا نحط المسدس على الطرف الشكل اللي احنا قصناه من برا وهنحط شامع وبعد كده نلف كويس نحطي شامع تاني ونلف كويس لقد ما نخلصها زي ما انتم شايفين هنبدأ ان احنا نجيب قطعة قماش جوخ تانية على قد الجزء السفلي للوردة اللي احنا عملناها ونقصها قطعة دائرية ونلزقها في ارضية الوردة او في قطعة الوردة في الوردة اللي احنا عمناها من تحت بالشكل اللي انتم شايفينه بعد كده هجيب قطعة جوخ تانية لون اخضر يفضل عشان تباني ان هي الورقة وهقصها زي ما انتم شايفين كده وهلزقها هحط الشامع وهحط الاستيك او الدبوس اللي انا هحطه بين الوردة وبين الورقة الشجر اللي انا عملها اه وزي ما انتم شايفين كده طلعت معانا اه ممكن تعمليها كاستيك او توكة لبنتك او ممكن تحطيها على اه دبوس او كليبس شعر اه شكلها حلو جدا اه اتمنى يكون الفيديو عجبكم مستفدتم منه ما تنسوش اللايك والشير واستبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته